السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتعودنا دايما من الإعلام الإخوانجي على بث الإشعاعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية خاصة في الفترة الأخيرة دي نظرا لاقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية ومدى تعلقهم بنتجتها لإفشالها لأنهم طبعا عارفين أن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه فترة رئاسة جديدة معناه القضاء على أحلام الجماعة نهائيا طيب إيه الإشعاع الجديدة النهاردة؟ بيقول لك يا سيدي أن سلطات دولة زامبيا أبضت على طيارة مصرية فيها عدد من رجال الأعمال وفيها بقى سبايك دهب وياقوت ومرجان ومبلغ خمسة مليون دولار وحاجات تانية طيب ما تجوا كده نشوف إيه قصة الطيارة دي بس حضرتك ما ننساش لايك وشير للفيديو واللي مش مشترك معنا في القناة ياريت يشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس ويلا نبدأ الحلقة يا دوب لسه ما انتهناش من الهاري على موضوع الصواب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية إلا لو لقينا الإخوانجية طلعين لنا بهارية تانية اللي هي إن السلطات في مطار زامبيا أبضت على طيارة مصرية وفيها عدد من رجال الأعمال ومبلغ خمسة مليون دولار وسبايك ذهبية طبعا الهدف من القصة دي معروف اللي هو محاولات إخوانجية لتهيئة الشارع المصري إن فيه حالة من عدم الاستقرار في مصر وإن المسؤولين ورجال الأعمال بيهربوا أموالهم خارج البلاد لأن فيه حدث مهم جاي اللي هو يعني المركب بتغرأ وكل واحد بيحاول ينط منها وياخد معاه كل اللي يقدر عليه طيب إيه حقيقة الكلام ده البداية لما نشر الإخوانجي أسامة جويش التويتر اللي قدام حضراتكم دي واللي بيقول فيها هروب طائرة من مطار القاهرة وعليها ملايين دولارات ومية كيلو دهب وأسلحة تقارير إعلامية في دولة زامبيا نشر التفاصيل احتجاز طائرة خاصة من طراز جالف ستريم جي فايف فايف زيرو في مطار لون فيلوساكا عاصمة زامبيا قادمة من القاهرة أمن المطار شك في حركة مريبة لبعض ركاب الطائرة في نقل بضائع من حقيبة لأخرى الطائرة توقفت من أجل التزود بالوقود واستكمال طريقها للكونغو أمن المطار اتصل بقسم مكافحة المخدرات والذي داهم ركاب الطائرة أثناء عملية نقل محتويات الحقائب ليجدوا مبلغ خمسة وستة من عشر مليون دولار بتفتش الطائرة ووفقا لبيان صادر عن رئاسة قسم مكافحة المخدرات وجدوا على متن الطائرة واحد خمسة مليون ستمية سبعة وتسعين الف وسبعمية دولار أمريكي اتنين خمسة مسدسات تلاتة سبع مجلات وأنا مش عارف ايه السبع مجلات دول بصراحة أربعة مية ستة وعشرين طلقت ذخيرة خمسة ستمية واثنين قطعة من الذهب المشتبه به تزن مية سبعة وعشرين واثنين من عشر كيلو ذهب ستة معدات المستخدمة لقياس الذهب تم نقل هذه الأموال والذهب إلى بنك زنبيا المركزي صحف محلية زنبيا قالت نقلا عن مصادر في التحقيقات أن الطائرة ومحتوياتها مملوكة لمجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين تم اعتقال مجموعة من الأشخاص بينهم ست مواطنين مصريين ده كلام أسامة جويش وبيكمل وبيقول السؤال المهم الآن كيف أقلعت هذه الطائرة من مصر من سمح بخروج ملايين الدولارات وأكثر من مية كيلو ذهب من مطار القاهرة من صاحب هذه الشحنة وتلك الأموال بكده انتهى كلام أسامة جويش وخلينا نكتفي بكلامه لأن معظم الإخوانجية كلامهم عبارة عن نقل بالمصطرة من كلامه ده وكمان خلونا نرد عليه بالعقل وبالمنطق وبالدليل زي ما عودنا حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة أن الإخوانجية عاوزين يقولوا للمصريين أن مسؤولين في البلد شايفين أن البلد بتغرأ فقالوا بقى نهرب بفلوسنا ودهبنا وده الهدف منه طبعا خلق حالة من الرعب وعدم الثقة في الدولة عند المواطن البسيط اللي ما بيتابعش أخبار أو ما بيتأكدش من صحة الأخبار اللي بيسمعها برضو معرفناش إيه حكاية الطيارة دي عام حسين شوف يا سيد باختصار شديد الطيارة دي مش مصرية زي ما قال الكذاب أسامة جويش وده طيارة تابعة للطيران اللبناني ورقمها تي سيفن دابليو دابليو والدليل قدام حضرتك أهو والأهم من ده كله بقى أنه لا يوجد على الطيارة دي أي مصريين وده تكذيب برضو الكلام أسامة جويش اللي بيقول عليها ست مصريين لا ما حصلش ما فيش كل ما في الموضوع أن الطيارة فقط هبطت ترانزيت في مطار القاهرة علشان تتزود بالوقود وبعدين أقلعت مرة أخرى برضو في مجموعة أسئلة مثارة حوالين الموضوع ده زي مثلا الطيارة دي اسمها إيه؟ الطيارة دي برضو وصلت إمتى؟ رقم ثلاثة الطيارة دي جاية منين؟ وركز قوي على نقطة جاية منين دي علشان هنحتاجها في نهاية الحلقة اللي هيكون فيها مفاجأة رقم أربعة الطيارة دي كان عليها إيه؟ بالنسبة للسؤال الأول وهو الطيارة اسمها إيه؟ فالرواية الرسمية الزنبية بتقول إنها Global Express T7WW طيب وصلت إمتى؟ حسب البيان الزنبي الرسمي برضو الطيارة وصلت يوم الحد 13 أغسطس الساعة 7 مساء بتوقيت زنبية السؤال الثالث جاية منين الطيارة؟ البيان الرسمي الزنبي برضو ما قالش جاية منين؟ والله فعلا ما قال بس بقى مدين مكافحة المخدرات قال إنها جاية من القاهرة لكن برضو فيه رواية تانية بتتكلم عن إن الطيارة خرجت من القاهرة وراحت ترانزيت للكونغو علشان تتزود بوقود نتيجة بعد المسافة بين القاهرة ولوساكة عاصمة زنبية طيب الطيارة كان عليها إيه؟ زي ما قالوا خمسة مليون دولار ومخدرات وذهب وبالمناسبة ما طلعش ذهب طلع نحاس وده طبعا مش كلامنا ده بحسب تصريح رسمي من وزير المعادن الزنبي ده يا أخواننا الحكاية اللي إعلام المطاريد عامل عليها فيلم وبيقول لك بيهربوا فلوسنا بر مصر ثم تعالي هنا بقى هي الدولة أو رجال الأعمال الكبار يوم ما يفكروا إنهم يهربوا ثرواتهم هيهربوا خمسة مليون دولار وشوية نحاسه بس معقول دي تكون حصيلة الفساد الجبار الفضيع المريع الشنيع إعلام المطاريد بينفخ في الموضوع من مبارح أنا بس عاوز أقول لحضرتك أنه من المؤكد وسط العبث ده أن مطار القاهرة مستحيل تعد منه الكميات دي من المضبوطات لكن وارد تبقى طيارة خرجت من مصر وبعدين شالت ممنوعات من مكان تاني فاحنا مالنا بقى طيب إيه الدليل برضو على الكلام ده خد عندك المفاجأ دي مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط بيقول أن الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة لزنبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زنبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استفاقها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والمواني المصرية وكذا أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزنبية أن هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزنبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة أتمنى يا أخوانا أننا نكون طلعنا من الحلقة دي بفايدة مهمة وهي حرب أهل الشر ضد مصر لن تتوقف خليك دايما فاكر المعلومة دي هكررها لحضرتك تاني حرب أهل الشر ضد مصر لن تتوقف ربنا يحفظ مصر ويوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحفظ أهل مصر الطيبين الكرام ويحفظ بلادنا جميعا من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته